بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحن نعيش أيام هذا الشهر المبارك شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدر بنا أن نذكر بمكانته وقدره صلى الله عليه وسلم وفضله علينا وعلى البشرية جمعاء حيث أنقذ الله به البشرية من ظلمات الجهل والضلالة وخلصها مما كانت ترزح تحته من أغلال الذل والغواية أحبة الكرام إنه لشرف عظيم لنا جميعا المتحدث والسامع أن نشنف بذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاننا ونسعد به نفوسنا ونشرح به صدورنا فإن ذكر الله عز وجل وذكر رسوله الكريم مما يحيي القلوب ويهدب النفوس ويقوّل محبة تجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها السادة والسيدات الأفاضل الحديث عن عظمة وقدر النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يمكن الإحاطة به كما لا يمكن أن يجمع ماء البحر في كأس فهو صلى الله عليه وسلم قمة تتقاصر دونه القمم ومكانته تتوارى معها المكانة والمنزلة إلا أنه كما يقال ما لا يمكن كله لا يترك جله ومن هذا المنطلق نقتطف شذرات من بعض سماته الكمالية التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم فمن أبرز سمات الكمال التي تحلى بها هو خلق الرحمة والرأفة هذا الخلق الذي صار له سجية فشملت الصغير والكبير والقريب والبعيد والمؤمن والكافر كما أن رحمته صلى الله عليه وسلم تجاوزت حدود الزمان والمكان فأضحت رحمة لكل العالمين منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين لذلك نجده يعلم أمته خلق الرحمة قائلا إنما يرحم الله من عباده الرحماء فالرحمة التي ظهرت في كل أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم لم تكن رحمة متكلفة ولا هي من قبيل التجمل أو تصنع وإنما كانت رحمة طبيعية تلقائية مشاهدة في كل أحواله صلى الله عليه وسلم وبذلك كسب قلوب الناس والتفوا حوله ودخلوا في الإسلام واعتنقوه قال تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لإنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حوله وقال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أي أنه يكره ما يشق عليهم فالمشاق والحرج التي تقع على أمته كأنها واقعة عليه فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيسرهما ما لم يكن إثماء وهذا من مظاهر رأفته ورحمته بأمته بل حتى المخطئين منهم كان بهم رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم وسيرته مليئة بالشواهد الدلة على ذلك ومن بين أمثلة ذلك ما يرويه أبو هرارة رضي الله عنه فيقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت قال ما لك قال وقعت على مرأتي وأنا صائم فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبا تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكنا قال لا فمكث صلى الله عليه وسلم فبينما نحن يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فبينما نحن كذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال صلى الله عليه وسلم إن السائل فقال أنا فقال خذه وتصدق به فقال الرجل أوعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لا بتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يبه الشريفة ثم قال صلى الله عليه وسلم خذه وأطعمه أهل وعن معاوية بن حكم رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا أصلي إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم فلما صلى صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال إن هذه الصلاة لا تصلح فيها شيء أو لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا الرجل الذي بال في المسجد ومن ذلك أيضا الرجل الذي جاء يريد الاستئذان والترخيص في الزنا هؤلاء وغيرهم كثير كلهم علمهم صلى الله عليه وسلم بأحسن أسلوب وأرشدهم بألطف خطاب فما أرحمه من معلمين وما أرحمه من مربي وما أعظمه من داعي إلى الله تبارك وتعالى وهذه إحدى صور الرحمة في الدعوة إلى الله فعن سهل بن سعد السعيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطينا راية رجلا يفتح الله على يديه فقام الصحابة كل منهم يرجو أن يعطى فأعطاها صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال علي نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال عليه الصلاة والسلام على رسلك يا علي حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الحديث رواه الإمام البخاري هذه هي عين الرحمة واللطف والإحسان في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لامتلاك القلوب واحتضانها بل هذه المعاملة اللينة التي تفيض رحمة وشفقة على الإنسان طالت حتى الكفار ومن ذلك لما جاء ملك الجبال ليستأذنه في إطلاق الجبالين عليهم بعد أن ردوه وقاتلوه وعدبوه فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا وروا مسلم الحديث أبي هرانة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد قال له الصحابة لو دعوت عليهم يا رسول الله فقال إني لم أبعت لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة فاللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذا غيض من فيض الرأفة والرحمة والشفقة التي تحلى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته ودعوته وهديه صلى الله عليه وسلم فاللهم إن نسألك أن ترزقنا حبه حتى يكون أحبئلنا من كل مخلوق وأحيينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة برفقته آمين وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين